موسيقى موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ونا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثناء ومنافي طلاب الفرقة الثالثة شعبتين الأراضي وأمراض النبات وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم مع جزء الثاني من المحاضرة الخامسة لنستكمل الحديث عن الأحماض الأمينية وفي هذا الجزء سوف نتناول أيض الأحماض الأمينية أي حمليات بناء وهدم الأحماض الأمينية وعلشان تستوعبها أنا أشرحها بطريقة بسيطة ومختصرة جدا وعايزك تراكز معي فيها بنقول أن جميع النباتات الرقية بتستطيع أن هي تبني جميع الأحماض الأمينية اللي بتحتاجها في بناء كل أنواع البروتينات اللي موجودة في النبات أو اللي بتبني جسم النبات من مواد غير عضوية وذلك من خلال ثلاث خطوات رئيسية الخطوة الأولى بيتم فيها تكوين أحماض ألفا كيتونية تقابل في تركيبها الأحماض الأمينية التي سيتم تخلقها يعني في الخطوة الأولينية بيكون لي أحماض ألفا كيتونية تشبه في تركيبها الأحماض الأمينية اللي هي تم تخلقها وهذه الأحماض الألفا كيتونية مثل حمض الألفا كيتو جلوتاريك وحمض البيروفيك وحمض الأكسالو أسيتيت أو الأكسالو خلات واللي قلنا ان هي بتنتج من خلال هدم جزء الجولوكوز من خلال مصاري الانحلال الجليكولي ودور الكريبس وطبعا احنا شرحنا كلام ده قبل كده بالتفصيل وشرحنا ازاي بيتم هدم جزء الجولوكوز هدم تام لسان اكسيد الكربون وماء وانتاج كل الطاقة المخزنة فيه لتستخدمها الخلية في تستخدم العملية الحيوية وشرحنا ايضا ازاي بيتم هدم جزء الى مركبات وسطية لما تكون الخلية محتاجة مركبات وسطية تستخدمها في بناء مركبات عضوية اخرى ومنها الاحماض الامنية هنا انا هشرحها باختصار عشان اوضح لك تاني المركبات الوسطية اللي بتنتج من خلال هدم الجولوكوز سواء في مصاري الحلال الجليكولي او دور الكريبس وبتدخل في بناء اي انواع من الاحماض الامنية فطبعا بيبدأ هدم جزء الجولوكوز من خلال سلسلة من التفاعلات الغير دائرية اللي هي بتعرف به الانحلال الجليكولي واللي بيتم من خلالها تحويل جزء جولوكوز او هدم جزء جولوكوز الى جزئين من حامض البيروفيك بيسبق تكوين حامض البيروفيك تكوين الفوسفو اينول بيروفيت الفوسفو اينول بيروفيت ده ياما يتحول لأكسالو اسيتات والأكسالو اسيتات دي بتدخل في بناء بعض الاحماض الامنية زي الاسبراجين والاسبرادين او انه هو يمشي في مصاري الانحلال الجليكولي لحد ما يكون لي البيروفيت اللي هو الناتج النهائي الانحلال الجليكولي البيروفيت هنا ممكن الهدم يوقف عنده زكاية الخلية محتاجة علشان تبني بعض الاحماض الامنية ومنها الألانين والجليسين والثيريونين والسستين والسيرين والتريبتوفال أو يبدأ يتم هدم البيروفات من خلال تفاعلات دورة كريبس في حالة توفر الأكسجين فإذا توفر الأكسجين البيروفات بيتحول في الأول إلى أسطل كو اي لها الخلاة النشطة علشان تدخل في دورة كريبس لكن ممكن البيروفات يتحول أسطل كو اي ويقف الهدمة على كده إذا كانت الخلية محتاجة لأسطل كو اي تستخدمه في بناء بعض الأحماض الأمينية ومنها مثلا الأيزو ليوسين أو تحوله إلى أسيتو أسيتات علشان تستخدمها في بناء بعض الأحماض الأمينية الأخرى زي الليوسين والليسين والفينايل الألانين والتيلوسين والتريبتوفان وممكن الأسطل كو اي يرتبط مع الأكسجين ويقف الهدمة ويدخل في دورة كريبس عشان يتحول إلى سترات يعني الأسطل كو اي يتفاعل مع الأكسجين ويكون لسترات بعد كده السترات تتحول لأيزو سترات والأسطل سترات يتم أكسادتها بواسطة الناد عشان يحولها إلى ألفا كيتو جلوترات اللي هو أحد الأحماض الكيتونية اللي بتدخل في بناء الحمض الأميني جلوتاميك وجلوتاميك بعد كده ممكن يتحول إلى أرجينين أو برولين أو هستيدين أو جلوتامين وممكن الألفا كيتو جلوتاريك يستمر في الدورة عشان يكون للساكسين الكو اي ويقف عند الخطوة دي إذا كان الساكسين الكو اي مطلوب علشان يتم بناء أحماض أمينية معينة زي الأيزوليوسين والفالين والميسيونين والثيريونين أو يتحول الساكسين الكو اي إلى ساكسينات والساكسينات تكمل في الدورة وتحول إلى فيومارات وده بتدخل في بناء الحمض الأميني التيروسين والفينايل الانين وطبعا الفيومارات لو كاملت في الدورة هتحول لمالات والمالات تتحول لأجزاله أسيتات والأجزاله أسيتات زي ما قلنا بتدخل في بناء بعض الأحماض الأمينية زي الأسباراجين والأسباراتيك أو تكمل وتستابل جزيء أسيت الكو اي مرة أخرى وتعيد دور الكريبس مرة تانية إذا نقدر نختصر الكلام ده كله ونقول أن الخطوة الأولى في بناء الأحماض الأمينية هي إنتاج أحماض ألفا كيتونية مقابلة في تركبها للأحماض الأمينية التي سيتم بناءها وجميع الأحماض الألفا كيتونية اللازمة لبناء العشرين حمض أميني اللي بيدخله في بناء جميع أنواع البروتينات جميعها بتنتج كمركبات وسطية بتنتج من هدم جزيء الجولوكوز خلال مصار الانحلال الجليكولي ودور الكريبس مثل البيروفات اللي هو بيدخل في بناء ستة أحماض أمينية والأسيت الكو اي بيدخل في بناء أحد الأحماض الأمينية أو يتحول لأسيتو أسيتات وده بتدخل في بناء خمسة أحماض أمينية اتصبح على شخص الأحد طبعا لو جمعنا تجليها الأحماد الامينية هنجد الع엔30 لا عليك إكofا at 19 على سبيل المثال نلاقي مثلا الايزوليوسين ده ممكن ينتج من الاسيت الكو ايه كمان بينتج من الساكسين الكو ايه تمام فهنا نلغي التكرار يعني ما نحسبهمش اتنين نحسبهم واحد نيجي لحاجة تانية زي مثلا تريبتوفان بينتج من البيروفاد وبينتج ايضا من الاسيتو اسيتات فنخلي بالنا من الكلام ده والحمض الاميني يتحسب باسمه مش يتحسب بعدد مرات تكراراته فلو عدينا الاحماد الامينية واستبعدنا المكرر هنلاقي العدد يطلع 20 تماما والخطوة الثانية في بناء الاحماد الامينية هي تفاعل الامونيا مع الاحماد الكيتونية اللي تم تكوينها خلال تفاعلات الانحلال الجلاكولي ودور الكريبس لكي تحولها الى احماض ايمينية ثم يتم اختزال الاحماد الامينية بواسطة انزيمات الدي هيدروجينيز في وجود المرافق الانزيم المختزى الناد اتش لتحولها الى احماض امينية والامونيا بتبقى متوفرة في انسجة النبات بثميات مناسبة لان النبات بينتص النيتروجين اما في صورة امونيا او في صورة نطرات فاذا امتص النبات النيتروجين من التربة في صورة نطرات بيقوم باختزاله في انسجة الداخلية بواسطة انزيمات خاصة لتحويله الى امونيا لان الامونيا هي الصورة الصالحة للاستخدام بواسطة النبات بعد ما تكون الامونيا بترتبط او بتتفاعل مع الاحماض الكيتونية لتحويلها الى احماض امينية اولا ثم الاحماض الامينية تختزل بانزيمات الدي هيدروجينيز في وجود المرافق الانزيم المختزى الناد اتش ليتم تحويلها الى الاحماض الامينية المقابلة لها نشوف الكلام ده على مثال عندي وهو حمض الالفا كيتو جلوتاريك وحمض الالفا كيتو جلوتاريك هو احد المراكبات الوسطية التي تنتج من دور الكريبس في وجود الامونيا بيتفاعل معها ويتحول الى حامض اميني ويتم هذا التحول عن طريق اضافة مجموعة ان اتش محل زرة الاكسجين اللي موجودة في مجموعة الكيتون فيتحول حمض الالفا كيتو جلوتاريك الى حامض اميني زي ما انا شايف امامي هنا بعد كده الحامض الاميني ده بيتم اختزاله في وجود انزيم جلوتاميك دي هيدروجينيز والمرافق الانزيم المختزل نات اتش تو المرافق الانزيم المختزل هنا بيكون مصدر لأيونات الهايدروجين اللي هيتم بيها اختزال الحامض الايميني وتحويله الى حمض اميني اسمه حامض اجلوتاميك وده بيحصل ازاي؟ عن طريق اضافة زرة ايدروجين من المرافق الانزيم المختزل الى مجموعة ان اتش فتتحول إلى مجموعة أمين NH2 وبكده تتفك ربطة من الربطتين اللي كانوا بيربطهم مجموعة NH بالكربون نظراً لتحولها إلى NH2 فالكربون هنا هيبقى ناقص ربطة يتم تشباحها بإضافة زرة الهيدروجين التانية من الناد H إلى زرة الكربون فيتحول الحامض الإيميني إلى حامض جلوتاميك وبنلاحظ أن زرة الكربون رقم 4 اتغير تركيبها من C double bond O في الألفا كيتو جلوتاريك من خلال هذه التفاعلات إلى CHNH2 والمرافق الإنزيم المختزى الناد H2 خرج في صورة ناد بعد ذلك حامض الكلوتاميك ممكن يدخل في تكوين أحماض أمينية أخرى كمصدر لمجموعة الأمين يعني يتم نزع مجموعة الأمين منه ويتم إضافتها إلى حامض كيتوني آخر ليتم بناء أو تكوين حمض أميني جديد ويقوم بهذه العملية إنزيمات تعرف بإنزيمات الترانس أمينيزيس إنزيمات نقل مجموعة الأمين وهذه الإنزيمات لكي تعمل بتحتاج إلى مركبات معينة تعمل كمرافقات إنزيمية مثل فوسفات البريدوكسال حيث أن فوسفات البريدوكسال بيرتبط بإنزيمات نقل مجموعة الأمين لارتباط وصيق لكي يقوم بنزع مجموعة الأمين من الحمض الأميني ونقلها إلى حمض كيتوني آخر لإنتاج حمض أميني جديد ووضح الكلام ده من خلال مجموعة من الأمثلة أريدها عليكم أول مثال عندي هو حمض الإصبرة حمض الإصبرة ده هو أحد الأحماض الأمينية اللي بتتكون من هيكل كربوني مكون من أربع زرات كربون زرات الكربون الأولى عبارة على مجموعة كربوكسيل والرابع مجموعة كربوكسيل وفي زر كربون مرتبطة بمجموعة قامين وزر الكربون مرتبطة بزراتي إيدروجين علشان يتم بناء الحمض الاميني اسبراتيك بيتم بناءه او تكوينه باستخدام حمض كيتوني مشابه له في التركيب وبيانتك كناتج وسطي من دور كريبس وهو حمض الاكسالو اسيتيت حمض الاكسالو اسيتيت او الاكسالو خليك ده بيتكون من هيكل كربوني برضو مكون من اربع زراء كربون ويشبه في تركيبه الى حد كبير الحمض الاميني اسبراتيك 21 من حيث ان زراء كربون الاولى بتكون عبارة عمжموية كربوكسيل وزراء كربون الاخير عمجموية كربوكسيل وفي زراء كربون مرتبطة بزراء هيدولوجين وزراء كربون عبارة عمجموية كيتون ودي اللي بتختلف في الحمض الكيتوني الكيسالو اسيتيت عن حمض الاميني اسبراتيك لان في الاسبراتيك بيكون زراء كربون مرتبطة بمجموعة اامين وليس بزراء اكسجين ب Sisters فعشان يتكون حمض الاسبراتيك من الاكسالو اسيتيت ممكن يتم ده بطريقتين وهنشوف طريقة تالتة لتكوين حمض الاسبراتيك بس نركز في واحدة واحدة عشان نفهمه الطريقة الاولى لتكوين حمض الاسبراتيك هو ان الاكسالو اسيتيت اللي هو الحمض الكيتوني المشابه له يتفاعل مباشرة مع الامونيا علشان يتحول الى حمض ايميني وده بيتم عن طريق اضافة مجموعة NH من الامونيا محل زردة الاكسوجين اللي في مجموعة الكيتون فيتحول الاكسالو اسيتيت الى حمض ايميني بعد كده الحمض الايميني ده هيتم اختزاله بواسطة انزيم الاسبراتيك دي هيدورجينيز في وجود المرافق الانزيم المكتزل ناد H2 علشان يتحول الى اسبراتيك الطريقة الاولىOMAN، الطريقة الثانية انلى اني بمسار حمض الايم اâmيني اسبراتيك من الحمض الكيتوني اكسالو اسيتيت عن طريق نقل مجموعة امين له من الحمض الاميني جلوتاميج وهذه العمليات تستلزم لكم انزيم جلوتاميك أسباراتيك ترانسا ايمنيز الذي اقوم بنقل ج SOD مذاق poetry وبالنصصاتات القروجية غبيطانية أجسالو اسيتيت الايميني امر ايضا يحتاج الى توفر فصفات البريدوكسال اللي بيعمل كمرافق انزيمي لانزيم جلوتاميك اسبراتيكترانسا امينيز وبيقوم بنزع مجموعة الامين من الحمض الاميني جلوتاميك فيتحول الى فصفات بريدوكسال امين ثم يقوم الفصفات بريدوكسال امين بتحويل مجموعة الامين الى الحمض الكيتوني اوكسالو اسيتيت فيضيفها محل زرة الاكسوجين اللي موجودة في مجموعة الكيتون فيتحول الاكسالو اسيتيت الى اسبراتيك بينما يتحول الحمض الاميني جلوتاميك بعد نزع مجموعة الامين منه ويحل محلها زرة الاكسوجين اللي كانت موجودة في مجموعة الكيتون اللي هي موجودة في الاكسالو اسيتيت الى الحمض الفا كيتو جلوتاريك الطريقة الثالثة لتكوين حمض الاسبراتيك ان يتم تكوينه من حمض اميني مشابه له الى حد كبير وهو حمد الاسبراجين ولو لاحظنا هنلاقي ان حمد الاسبراجين هنا هيكله كربوني مكوّن من اربع زرات كربون زرات الكربون الاخيرة مشابهة تماما لزرات الكربون الاخيرة في الاسبراتي وزرات الكربون رقم 3 مرتبطة بزراتي هيدمجين كما في الاسبراتي وزرات الكربون رقم 2 مرتبطة بمجموعة امين كما في الاسبراتي بينما زرات الكربون الاولى بتكون مختلفة في الاسبراجين عن الاسبراتي فإنها بتكون مرتبطة بربطة فردية بمجموعة أمين وربطة زوجية بزارة أكسوجين والربطة الرابعة بزارة الكربون التالية لها في الأسباراتيك بتكون زارة الكربون الأولى عبرها مجموعة كربوكسيل يعني مرتبطة بزارة أكسوجين بربطة زوجية ومجموعة أيدروكسيل بربطة فردية وزارة الكربون التالية بربطة فردية فعلشان يتكون الأسباراتيك هنا من الأسباراتيك أنا أتعملت أقول التشابه اللي موجود بينهم والاختلاف البسيط اللي موجود علشان الأمور توضح بالنسبة لك أثناء شرح تحول الإسباراجين إلى أسباراتيك وهذا التفاعل يحفزه إنزيم أسباراجينيز في وجود جزء من المية اللي بيتأين إلى آيون هيدروكسيل وآيون هيدروجين الهيدروكسيل بأكسز زرة الكربونة كمواحد في الإسباراجين علشان ينزع مجموعة الأمين منها ويحل محلها فيحولها إلى مجموعة كربوكسيل وبذلك يتحول الإسباراجين إلى أسباراتيك وآيون هيدروجين اللي لسه فاضل من المية بيرتابط مع مجموعة الأمين ويتحول إلى أمونيا بتخرج من التفاعل نشوف مثال تاني لتكوين الأحماض الأمينية وهو تكوين الحمض الأميني ألانين والحمض الأميني ألانين بيتم بناءه أو تكوينه من حمض كيتوني مشابه له وبيكون من ثلاث زرات كربون وهو حامض البيروفيج اللي بيانتو كناتج نهائي من الانحلال التلايكولي وانشاف هنا قدامه وبيكون من ثلاث زرات كربون وممكن يتكون الحمض الأميني ألانين من البيروفيج عن طريق تفاعل بيروفيج مباشرة مع الأمونيا عشان يدي حمض إيميني ثم يتم تزال الحمض الإيميني لتحوله إلى بيروفيج أو يتكون الحمض الأميني ألانين من البيروفيج عن طريق نقل مجموعة الأمين من الحمض الأميني جلوتاميج إلى الحمض الكيتوني بيروفيج وهذه العملية تستلزم موجود إنزيم جولوتاميك بيروفيك ترانس أمينيز وفصات البريدوكسال وهي تقوم بنزع مجموعة الأمين من الحمد الأميني جولوتاميك ونقلها إلى زرة الكربون الموجودة في مجموعة الكيتون في الحمد الكيتوني بيروفيك فيتحول إلى الحمد الأميني ألانين بينما تنتقل زرة الأكسجين من مجموعة الكيتون في البيروفيك إلى زرة الكربون اللي كانت حاملة لمجموعة الأمين في جولوتاميك فيتحول الجولوتاميك إلى ألفا كيتو جولوتاريك ننتقل بعد ذلك لشرح هدم الأحمد الأمينية وبنقول أن الخطوة الرئيسية في هدم أي حمد أميني هو تجريده من مجموعة الأمينية وفي نفس الوقت أجسادة هيكله الكربوني لتحويله إلى حمد ألفا كيتون والأحماض الألفا كيتونية اللي بتنتق من هدم الأحماض الأمينية زي البيروفيك وزي الألفا كيتو جولوتاريك والأكسجين خليك دي بتدخل في المسارات الأيضية العامة فممكن تدخل في دور الكريبس لكي يتم أجسادتها أجسادة تامة إلى سانوكسيد الكربون وماء مع تحرير كل الطاقة المخزنة فيها أو أن هي تتحول له مركبات أخرى لكي تدخل هذه المركبات في بناء الكربوهايدرات أو الدهون فمثلا حمد البيروفيك اللي بينتج من هدم الحمد الأميني ألانين ممكن يتحول لأسة الكوئي لكي يدخل في بناء الأحماض الدهنية وحمد الأكسالو خليك ممكن أنه يدخل أو يتحول إلى فوسفوئينول بيروفات والفوسفوئينول بيروفات بعد كده يدخل في مصار بناء السكريات اللي هو عكس مصار الإنحلال الجليكولي ألي التجريد الحمد الأميني من مجموعته الأمينية بتختلف المتعبديات المختلفة في الكائنات المختلفة ففي المتعبديات الدنيا بيتم تجريد الحمد الأميني من مجموعته الأمينية ببسطة إنزيمات تعرف بأكسيديزات الأحماض الأمينية لأن كل حمد أميني ليه إنزيم أكسيديز معين تمام يقوم انزيم اكسيديز الحمد الاميني باكسادة الحمد الاميني عن طريق نزع زرة ايدروجين من على كربون الفا وزرة ايدروجين من مجموعة الامين فيحوله الى حمد ايميني ثم يتفاعل الحمد الاميني مباشرة مع الماء مطلقا الامونيا ويتحول هو الى حمد كيتوني نشوف الكلام ده على المخاطط اللي موجود امامي علشان الصورة توضح ده عندي رمز بنائي لحمد اميني يعني صيغة عامة اللي قلنا ان هي بتكوم زر كربون مركزية كيرالية بترتبط باربع اصول مختلفة فهي عندي هنا بترتبط بمجموعة كربوكسيل وزرة ايدروجين ومجموعة امين ومجموعة ار اللي هي مجموعة الالكيل اللي بتختلف من حمد اميني الى اخر لما يجي يتم هدم هذا الحمد الاميني بيتم بواسطة اكسيديز الحمد الاميني نفسه في وجود المرافق الانزيم المؤجسة فاد حيث يقوم هذا المرافق الانزيمي بنزع زرة ايدروجين من مجموعة الامين فيحولها الى n-h وينزع زرة الى ايدروجين اللي موجودة على الكربون الفا اي زرة الكربون رقم اثنين على اعتبار ان زرة الكربون الخاصة بمجموعة كربوكسيل هي رقم واحد زي ما وضحنا قبل كده فيتحول الفاد الى فاد h2 ويتحول الحمد الاميني بعد نزع زراتي الى ايدروجين منه الى حمد ايميني ولو لاحزنا وركزنا في تركيبه هنلاقي نفس تركيب الحمد الاميني نفسه لكن نقصه زراتي هيدروجين اللي هي كانت موجودة على الكربون الفا وزرة ايدروجين كانت موجودة في مجموعة الامين بعد كده الحمد الاميني ده بيتفاعل مباشرة مع المية المية بتضيف زراتي هيدروجين الى مجموعة n-h فتحولها الى امونيا فتساعد ويتضيف زرات اكسوجين في زرات الكربون الفا فيتحول الحمد الاميني الى حمد الفا تيتوني اللي هو موجودة عنده هنا ده في بعض المتعضيات الدقيقة والنباتات الراقية هناك انزيم بيحفز نزع مجموعة الامين من الاحماد الامينية وهو انزيم الاسبرتات امونيا لاييز وده بيحفز فصل مجموعة الامين او الامونيا من جزئ الاسبرت ازاي؟ عندي هنا جزئ الاسبرتات اللي قولنا قبل كده انا هو بيكون من هيكل كربوني مكوم من اربع زرات كربون زرات الكربون الاولى عبارة عن مجموعة كربوكسيل زرات الكربون لقم اربعة مجموعة كربوكسيل وفيه زرات بترتبط بالزراتي هيدروجين والاخرى بترتبط بالمجموعة الامين وزرات ايدروجين لما يكون مجموعة الامين جهة اليسار بنسمي الحمد الاميني الاسبرتات لو جهة الامين هيبقى دي اسبرتات معنى كده ان هو عامل زي السكريات الأحدية الأحماض الأمينية الألفاتية ماشية تضوئيا وده معناه ان لها قدرة على تغيير مستوى اهتزاز الضوء المستقطب إما جهة اليمين أو جهة اليسار فلما تكون مجموعة الأمين إلى جهة اليسار دي بتكون الصورة اللي لها القدرة على تدوير مستوى اهتزاز الضوء المستقطب إلى جهة اليسار وبنرمز لها بالرمز L هذا الحمض الأميني في وجود انزيم الأسبارتات أمونيا ليز بيقوم بفصل مجموعة الأمين عن زرة الكربون الحاملة لها مع زرة ايدروجين من زرة الكربون اللي هي حملة زرتها هيدروجين فتخرج في صورة أمونيا الـ NH3 وتتكون ربطة زوجية بين زرة الكربون اللي كانت حملة مجموعة الأمين وزرة الكربون اللي اتنزع من عليها زرة ايدروجين فيتحول الحمض الأميني إلى الحمض المنازل له اللي هو الفيومارات أو الفيوماري وهذا التفاعل تفاعل عكسي يعني ممكن الفيومارات في وجود الأمونيا يتفاعل معها مباشرة ويتحول إلى الحمض الأميني أسباراتي أما في المتعاضيات المتقدمة زي النباتات والحيونات الرقية فهناك إنزيم يلعب دور أساسي في تجريد الأحماض الأمينية من مجموعتها الأمينية وهو إنزيم جولوتامي الديهايدروجينيس بس ما بيقومش بالعمل ده لوحده لكن بيتم بالتعاون مع إنزيمات نقل مجموعة الأمين واللي بتحتاج لأداء عملها إلى توفر فصفات البريدوكسال لأنه زي ما قلنا قبل كده إن فصفات البريدوكسال بتعمل كمرافق إنزيمي بيرتبط ارتباط وثيق بالإنزيم الناقل لمجموعة الأمين بحيث يقوم بنازع مجموعة الأمين من الحمض الأميني فيتحول فصفات البريدوكسال إلى فصفات بريدوكسال أمين ويتحول الحمض الأميني إلى الحمض الكيتوني المشابه له بعد كده بيقوم في صفات البريدوكسال أمين بنقل مجموعة الأمين إلى حمض ألفا كيتو جلوتاريك علشان تحل محل زارة الأكسوجين الموجودة في مجموعة الكيتون فيتحول الألفا كيتو جلوتاريك إلى الحمض الأميني جلوتاميك نشوف الكلام ده على المخاطط اللي موجود أمامي ده عبارة عن الصيغة العامة للأحماض الأمينية اللي بتدخل في بناء جميع أنواع البروتينات وعدادها 20 ديستثناء الحمض الأميني جليسين يعني 19 من الأحماض الأمينية البروتينية لهم نفس الصيغة العامة دي وأنه بيكون من زر كربون مركزية بترتبط بربع أصول مختلفة اللي هي مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل وزارة أيدروجين ومجموعة الألكيل اللي قلنا بتختلف من حمض أميني إلى آخر فيحطين الصيغة العامة عشان نوضح عليها تفاعلات تجريد الأحماض الأمينية من مجموعة الأمين لما يجي يتم هدم حمض أميني لصيغة العامة دي بتقوم إنزيمات نقل مجموعة الأمين ومصاحبة فصات البريدوكسيل بنزع مجموعة الأمين من الحمض الأميني ويرتبط بقى فصات البريدوكسيل فيتحول إلى فصات بريدوكسيل أمين أما الحمض الأميني فيتحول إلى الحمض الكيتوني المنازل له أي المشابه له بعد كده بتقوم فصات البريدوكسيل أمين بنقل مجموعة الأمين اللي فيها إلى زرة الكربون اللي هي مكونة لمجموعة الكيتون اللي موجودة عندي بحيث مجموعة الأمين تحل محل زرة الأكسوجين وبذلك يتحول الحمد ألفا كيتو جلوتاريك إلى الحمد جلوتاميك وعلى فكرة التفاعل ده عكسي يعني ممكن الجلوتاميك يتفاعل مرة أخرى مع الحمد الكيتوني الناتج من هدم الحمد الأميني وينقله مجموعة الأمين بوسطة انزيمات نقل لمجموعة الأمين ومساعدة فصفات البريدوكسال فيتحول الحمد الكيتوني إلى حمد أميني ويتحول الجلوتاميك إلى ألفا كيتو جلوتاريك لكن نحن دلوقتي نتكلم عن عملية الهدم اللي بيتم من خلالها نزع مجموعة الأمين من الحمد الأميني بوسطة انزيمات نقل مجموعة الأمين اللي بيصحبها فصفات البريدوكسال ويقوم بنقلها إلى الحمد ألفا كيتو جلوتاريك علشان يتحول الحمد الأميني إلى حمد كيتوني مشابه له ويتحول حمد الألفا كيتو جلوتاريك إلى جلوتاميك بعد كده الحمد الأميني جلوتاميك في وجود إنزيم جلوتاميك دي هيدروجينيز بيتم نزع مجموعة الأمين منه وتنطلق في سورة أمونيا ويتحول الحمد الأميني جلوتاميك إلى الحمد ألفا كيتو جلوتاريك زي ما المعادلة بتوضح أمامي ده حمد الجلوتاميك اللي نتج من هدم أحد الأحماض الأمينية من خلال نقل مجموعة الأمين من الحمد الأميني اللي تم هدمه الى حمد الالفا كيتو جلوتاري فتحول الالفا كيتو جلوتاري الى جلوتاميك بعد كده الجلوتاميك هيتم اكسادته في وجود انزيم الجلوتامي الديهايدروجينيز والمرافق الانزيم المؤكسد ناد وجزيء من المية علشان يتحول الى الفا كيتو جلوتاريك ويتحول الناد الى ناد اتشي تو وتخرج للمجموعة الامين في صورة امونيا ده هيتم ازاي فعل ده بيحصل بتحفيز من انزيم الجلوتامي الديهايدروجينيز اللي بيقوم بنازع زرة هيدروجين من مجموعة الأمين مع زرة هيدروجين من على زرة الكربون ألفا فيتحول إلى الصورة ناد H2 وتصبح زرة الكربون ألفا مرتبطة بمجموعة NH يضاف لها زرتين هيدروجين من جزء الماء فتخرج في صورة NH3 كده هيتفضل من المياه أكسوجين بيرتبط بزرة الكربون ألفا بربطة زوجية فتتحول إلى مجموعة كيتون وبكده بيتحول الحمض الأميني جلوتاميك إلى ألفا كيتو جلوتاريك ممكن نوضح بعد كده عملية تجريد الأحماض الأمينية المختلفة من مجموعة الأمين اللي بتبقى موجودة فيها من خلال مخطط عامل اللي احنا رسمينه قدامكم ده وعملية التجريد دي زي ما قلت بتتم في خلايا وأنسجة نابتات والحيونات الرقية في وجود إنزيم الجلوتاميك ده هيدروجينيز وبمساعدة إنزيمات نقل مجموعة الأمين اللي بيصحبها فصفات البريدوكسال جميع الأحماض الأمينية اللي بتدخل في بناء البروتينات بتكون من النوع ألفا يعني كلها أحماض ألفا أمينية وده بيعني إن مجموعة الأمين بتكون مرتبطة بزارة الكربون رقم 2 في جزء الحمض الأميني ده على اعتبار إن أي زر الكربون دي زر كربوكسيل بتبقى رقم واحد فبتبقى مجموعة الأمين مرتبطة بزارة الكربون التي تليها مباشرة هنا المخطط بيوضح لي إن الأحماض الألفا أمينية بيتم هدمها في أنسية النباتات والحيونات الرقية في وجود الحمض الكيتوني ألفا كيتو جلوتاريك وبمساعدة إنزيمات نقل مجموعة الأمين في وجود فصفات البريدوكسال حيث تقوم بنزع مجموعة الأمين من الحمض الأميني ألفا وإضافتها إلى الحمض الكيتوني اللي هو ألفا كيتو جلوتاريك فيتحول الحمض الأميني اللي تنزع منه مجموعة الأمين إلى حمض كيتوني ويتحول حمض الألفا كيتو جلوتاريك إلى جلوتاميك أسد اللي هو حمض أميني حمض الأميني جلوتاميك بعد كده في وجود إنزيم الجلوتاميك دي هيدروجينيز بيتم نزع مجموعة الأمين منه وتخرج في صورة أمونيا فيتحول الجلوتاميك إلى ألفا كيتو جلوتاريك مرة أخرى وهكذا وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة حتى لا أتل عليكم على أن نكمل الجزء المتبقي من المحاضرة في لقاء آخر وإلى أن ألقاكم في هذا اللقاء أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح ودنتم في حفظ الله وأمنه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك